تحياتي لك مجد نعم اليوم تعرض النقب إلى هجمة شارسة من قبل السلطات الإسرائيلية وجرفاتها حيث بدأ اليوم في قرية العراقيب وتم هناك أولا تدمير كامل للوحات الفنية التي كان مفننون يهود قاموا ببنائها السبت الماضي وبعد ذلك انتقلت سيارة الدفع الرباعي إلى قرية العراقيب لتهدمها للمرة 184 على التوالي حيث رفع السكان المحليين من أهل الطوري صياح الطوري وأبنائه وأقربائه الريات السوداء على خلفية هذه العملية التي ذكرتهم وأعادتهم إلى أيام النقبة بعد ذلك انتقلت الجرفات إلى قرية تل عراد حيث كان هناك هدم لمنزل لعريس أو لشاب سيتزوج غدا الجمعة من عائلة النباري وكان هناك مواجهات وتم اعتقال أربعة من المواطنين هناك من الشبان ثلاثة منهم أشقاء وأبن عمهم وفيما بعد تم أيضا هدم بيت لسمير أبو هدوبة في قرية الزرنوق غير المعترف بها كل هذه الممارسات طبعا هي مستمرة منذ فترة طويلة خاصة ونحن نعلم أنها جاءت بعد خمسة أيام من زيارة بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى قرية ترابين الصانع وتم استقباله هناك على بيد البعض والذين طبعا نشروا لاحقا أنهم يعني يحاولون قدر الإمكان أن يصلوا إلى أكبر عدد ممكن من المسوطين العرب عشية الانتخابات نقطة مهمة جدا هي أن توجهنا بصورة مباشرة إلى رئيس الحكومة بسؤال حول قضية الهدم وتجريف ولكنه لم يعد بذلك قال أننا بعد الانتخابات سنقوم بسأخذ ملف قضية السلطة التوطين البدو على نفسي يعني تحت مسؤولية رئيس الحكومة مباشرة فيما إذا كان سيتم انتخابه مرة أخرى هجم شرس الشيخ عطي الأعصم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير ما ترف بها مستمرة طبعا هذه الهجمة لها سنوات وهي مستمرة وما تكون به سلطات الإسرائيلية من إجرام في حق المواطنين العرب في منطقة النقب مستمر واليوم كانت أحد العمليات البشعة التي تقوم بها وحدة يؤاب ووحدة المسؤولة عن البناء غير المرخص حيث هدموا في عدة كرى غير معترف فيها والآن يعتقلون الناس بشكل وحشي وبشكل إجرامي يعني تم اعتقال أربعة في منطقة العراد واعتقال الشباب أيضا في الزرنوك من عائلة أبوها الدوبة ويعني دانهم الوحيد أنهم سألوهم لماذا تهدمون هذه البيوت لماذا تقومون بهذا الإجرام يعني تصور دولة بأكمنها تكون بعملية إجرامية لا تكون بها أي دولة في العالم ومن المؤسف جدا أن هذا الإجرام ينفذ تحت ما يسمى بالحفاظ على قنون الدولة ومع العلم أن قنون الدولة لا يحمي الحقوق الأساسية لسكان العرب في منطقة النقب وهو بيت يأويهم يرفضون التخطيط لا يخططون يريدون أن يضعون في قتوات نرفض الدخول إليها ويرفضون ولا يسمحون لنا أن نخطط أيضا بيوت ونبني كسائر البشر في العالم ولا يسمحون لنا أيضا أن نصرخ ضد هذه الهجمة الشرسة يعني حقيقة عملية الاعتقالات التعصفية التي تقوم بها وحدة يؤاف لكل سبب وأي سبب نحن نعلم جيدا أنه يعني بلغنا قبل قليل أنه الشابين من عائلة أبو هدوبة تم إطلاق سراحيمة ولكن هناك انتظار بالنسبة لقضية أربعة شبان من عائلة النباري الذين تم اعتقالهم وكذلك الأمر بالنسبة لخالد الهواش الذي يعني اعتقل أيام المواجهات بعد إبادة المزرعات يعني هي قضية ربما يعني محاولة تيئيس للمجتمع العربي النقباوي وتخويف وترهيب يعني للأسف الشديد إنما تقوم به الشرطة ليس عمل شرطة ولا يليك بشرطة إنما يليك أيضا بمنظمة إجرامية تقوم بالإجرام الواسع التهديدات والتحرش بالمواطنين العرب والتحريض ضد المواطنين العرب من كل رؤساء الأحزاب العنصرية الذين يزورون النقب والعنصري الواضح جدا بين إبادة الرئيس المجلس المحلي في تل السمع عمر آسف في مجلس عمر هذا العنصري الذي يحرض ويدعو رجال الشرطة ويدعو رؤساء الأحزاب المتطرفة العنصرية للتنكيل بالبدو بحجة الحفاظ على هذا القانون يعني الشرطة تريد أن تثبت لهؤلاء إنها تقوم بالعمل حسب ما يريدونهم وليس حسب القانون يعني ليس هناك قانون على وجه الأرض يهدم بيتا ويبقي أطفالا ونساء ورجالا في العراء من دون حل مشكلته وهذا ما تقوم به السلطات الإسرائيلية بهدم آلاف البيوت في منطقة النقب وهذا إجرام قوي جدا في حق المواطنين العرب في منطقة النقب رسالتي لن يكسر شوكة المواطنين العرب وسنبقى رغم بني بدش وأحنى وزير الأمن الداخلي وسنبقى في أرضنا رغم كل العنصريين في هذه الدولة ونحن نقول من جاء في هذه البلاد أولا سيبقى آخرا نعم أشكرك جزيل الشكر الشيخ عطية الأعسام رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها بالنقب يعني نحن نعلم جيدا أنه في الفترة الأخيرة أنتم تعملون تواكبون هذه القضية عن كثب الملفات كثيرة في هذا اليوم هناك العشرات من من ينتظر هدم بيته ويحاولون من خلال المحامين أن يصلوا إلى حلول ربما تأجيل عمليات الهدم والكثير من هذه البيوت بدون حل اليوم هدموا بيت سمير أبو هدوبة وباختصار شديد سمير أبو هدوبة في هذا البيت يسكن 14 نفرا منهم أمها المريضة وأبقوها بدون مأوى بالإضافة إلى عشرة أطفال وكذلك الأمر بالنسبة للعريس الذي انتظر فرحته غدا ولكنهم نكدوا عليه بلغتنا العامية وأبقوه بدون بيت كل ذلك يجب أن يكون له حل وللأسف الشديد هناك من لا يرى الحلول في أعضاء الكنسة العرب هناك بعض الناس الذين يقولون أنه لا يوجد حلول إلا من خلال التواصل مع الأحزاب الصيونية ولكن في نهاية المطاف نحن نعلم جيدا أن من يصرخ ومن يوصل الصوت هم الأعضاء الكنسة العرب ترجمة نانسي قنقر